نستكمل في هذه المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في هذه المحاضرة موضوع العيدرستاتيك فورس وإذا ما شفنا المرفات السطح الأفقي والسطح المايل أن نرده نتكلم على السطح الرأسي بس قبل ما نتكلم على السطح الرأسي إحنا قلنا عرفنا المومنت في أونيرشيا وطبعا المومنت في أونيرشيا ده المفترض أنك أنت تكون عارف إزاي تحسبه أو على الأقل أن نكون حفظين أو عارفين القوانين بتاعة الأشكال للسطاندر فالآي جي أو المومنت في أونيرشيا اللي هي عزم القصور حول المحور الموارد بمركز السقل بتساوي إيه؟ فلو أنا خدت أو الحاجة ريكتانجلر اللي هو بي في إل يبقى القرية بتاعتنا بي إل عزم القصور الزاتي بإل كيوب على 12 وخد بالك مكان المحور بيأثر فيه شكل القانون عندي لو أنا خدت تريانجل زي اللي مرسوم قدامنا ده يبقى أنا عندي مساحة المسلس نص القاعدة في الارتفاع يبقى بي إتش على 2 طب أنا لو جيت هنا قلت العزم القصوري يبقى بي إل كيوب على 36 طبعا الإتش هي الإل هنا لو خدت دايرة المساحة بتاعت الدايرة ببي على 4D سكوير عزم القصور الزاتي بي دي قصة 4 على 64 ودي الأشكال الستاندرد للمومنتفونيرشا احنا بنذكرك بيها وانت درستها بلا كده فيه مقرارات كتير فطبعا على الأقل الأشكال الستاندرد تكون احنا عارفنا في تطبيقات بتاعتنا نرجع تاني مرجوعنا في حالة لو السطح بتاعنا موضوع سطح رأسي قيمة الريزالتاند فورس ومركز الضغط بتاعت دي لو احنا بصينا انه الحالة في الوضع الرأسي هي حالة خاصة من الميل إذا تساوي بتاعته السيتا بتساوي 90 درج زي ما قلنا الفورس تبتدي من هنا تبتدي تزداد 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 الفورس تزداد لحد لما بتصل إليه عند القاعدة بشكل بتاعنا ده بنسميه البرشير بيرس يبقى نقطة تأسيب بتأثر في نقطة اللي هي الـ Cb وده مركز السقل بتاعنا الـ Cg يبقى الفورس الريزالتاند فورس هتبقى وفقية في الحالة دي يبقى ليه في H بتساوي γاما في H بار في A حيث الـ H بار المسافة المقاسة عمودية من المركز السقل إلى السطح الحر كذلك نقطة تأثيرها الـ Ycb بتساوي Y بار زائد IG على A في Y بار يبقى احنا شوفنا هنا الحالة بتاعتنا كلها إذا كان السطح موضوع وفقيا إذا كان السطح موضوع ميل إذا كان السطح موضوع رأسيا وفي كل حالة شوفنا الفورس كمقدار واتجاه ونقطة تأثير المحاضر القادم إن شاء الله هنستكمل حسابات الفورسة على الأسطح المنحنية الكيرفيت سيرفس شكرا